السلام الرحيم. الفيديو النهاردة عن الطاقة الايجابية. و ازاي تحول نفسك او تبني جواك طاقة ايجابية او تتحول من طاقة سلبية للطاقة ايجابية. لنا و لكل الناس من حولنا ممكن يستفيدوا. بتبقى الحياة ايصر لما يكون فيها الطاقة ايجابية. وتبقى انجح. والطريق النجاح بيكون اسهل. سؤال. في حد ممكن ينجح لوحده في الحياة? يريد تردوا كده مع نفسكم. في اي مهنة ممكن بنقادم في اي مهنة ممكن ينجح لوحده? مهما فكرت استحالة. حتى لو جبنا الشغل اللي هو في عمل فاردي. مثلا زي الجراح بيعمل اشتغل بادي? لكن حواليه تيم من غيره يفشل. سابقا عنده ناس علموه ودربوه. ما دوله اه معلومات. دوله خبرة. نقلوله معرفة. يعني بمتال بساطة كده الانسان مش ممكن ينجح لوحده. لو انت طالب انت بتنجح بجهود مدرسينك ومجهودك. اي حاجة تانية ممكن نقول ممكن استهل عنها. لان في التعليم اهم حاجتين. لو قلنا مين اهم حاجتين في التعليم? المدرس والطالب. لو انت مثلا صنايعي نجار. الاستوات بتوعك اللي علموك ومجهودك. وزكائك. لو انت مدير فريق العمل بتاعك. فيه ناس حوالينا دايما يفكرون بحاجات مهمة في الحياة. في اي مستوى في حياتنا. وانت طالب في مدرسة وانت في جامعة وانت لسه في بداية الكرير بتاعك. ولما تكبر اكتر واكتر واكتر. دايما هتكعبل في ناس يرموه لك كده قطع من الخبرة بتاعتهم هتلاقيها الهام لك الهام. تديك تتنور لك في مخك حاجة كده. تقتبسها عشان تنفسها في حياتك. ده بيكون كله افكار ايجابية. انا بتكلم على الحياة الطيبة العملية اللي فيها نجاح شريف. بتكلمش بقى على العالم الاخر. في ناس بتدي في الحياة في درس في الحياة مش ممكن ننساها. اي حد في الدنيا. لو ناس تدولوا درس في الحياة. لو انت بتدي سمينار او بتعمل او او مرة تخش محاضرة او فصل. حتة جديدة عليك او حتة فيها ناس او مرة يتقابلوا. اول حاجة تقولها للناس سلموا على بعض. يعني اول حاجة سلموا على بعض يا جماعة. اديهم كده عشر دقيقة سلموا على بعض. سواء بعيس تسميها او مش مش مشكلة. هتلقى في ابتسامات ضحك. اه انت تعرف فلان اه انت تعرف فلان اه ده ابي حبيبي لا ده جرنا لا ده اشتغلت معاه. الواحدة كده اوتوماتيكلي نشرت طاقة ايجابية قبل ما تبتدي اللي انت بتعمله. سواء انت محاضر او بتعمل كوتشنج او الناس غريبة هتقعد مع بعض تتعلم حاجة. انت هنا زراعت في خمس دقايق عشر دقايق طاقة ايجابية وهتلاقي الناس كده في اولفة. يبقى ايه دورك هنا? انت كليدر لمحاضرة او بتعمل كوتشنج او ايه دورك? عشان تنجح والمكان ينجح لازم تتحكم في طاقة البشر. مش ممكن يكون انت فوق عندك سلطة? كمحاضر هنا سلطة. تحتيك ناس. لو ما تحكمتش في الطاقة بتاعت الناس دي هتفشل. لو سبت كل واحد لفكره وافكاره وطاقته الناس هتخبطوا بعضها. مش هيكون في اولفة. طريقك للنجاح هيبقى صعب جدا وشاق. ان المحاضرة دي او الكلاس ده او التدريب ده او عملك ده ينجح. يبقى اول حاجة اللازم تعرفها انك تنشر الطاقة الايجابية بانك تكون مسيطر عليها فتعرف ازا تخبطها في المكان اللي انت فيه. تفجرها في المكان اللي انت فيه. تفجر الطاقة الايجابية في مكان عملك. حطها شعار لك في الحياة عشان تنجح. طيب احنا خدنا تركيز الناس للطاقة الايجابية. كلهم دلوقتي في اتجاه واحد معك. طاقة ايجابية. كل يوم لما تقوم في اول يومك عندك اختيار. تكون بتفكر بطاقة ايجابية تشحن بيها نفسك? او بتفكر بطاقة سلبية تشحن بيها نفسك? انت عندك اختيار سبح اول ونتدي يومك. تبتديا يومك بطاقة ايجابية ولا تبتديا يومك بالطاقة سلبية. الاختيار لك مش لحد تاني مهما كانت الظروف من حولك. لازم فيه خط ممكن تمشي فيه فيه طاقة ايجابية. يبقى هنا دورك هيكون اجمد وانجح. في الشغل في التدريب. انت اللي بتقدي الدور وانت اللي بتسيطر على اللي حواليك. ولو متعرفش اتمرن. زبط دماغك. ازا تسيطر بالطاقة الايجابية في المناقبة اللي انت فيه. ازا تنشر الطاقة الايجابية وتحارب السلبيات في المكان اللي انت فيه. تفكر. تفكر مع بعض. يبقى انت في مكان عملك. او في بيتك. او في مدرستك. حتى انت طالب في المدرسة. ممكن تخش المكان اللي انت فيه. تنتخد وتنشر طاقة سلبية. او ممكن تركز على الحاجات اللطيفة الحلوة والايجابيات. وتنشر طاقة ايجابية. انت عتخش في انا وانتجاه. انت بتحدد الموقيت اللي حواليك. لو كان فيه طاقة سلبية ولا طاقة ايجابية. مهما كان دورك صغير. وطبعا لو دورك كبير اعتبت تأثير اجمد. يبقى لازم الواحد يفكر في دوره. يشحن الاسرة بطاقة ايجابية. دي مسئوليتك لو انت رب اسرة. حتى لو انت مش رب اسرة. حتى لو انت من الابناء يعني. تشحن مستقبلك بطاقة ايجابية. في حاجات كتيرة جدا انت عملها عشان مستقبلك. تشحن زملائك بطاقة ايجابية. من اول مدرسة لغاية في اعلى الدرجات. تشحن العاملين اللي معاك. سواء انت من العاملين في الاول خالص او مشرفين او مديرين. تشحنهم بطاقة ايجابية. دورك تشحن المحيط اللي حولك بطاقة ايجابية عشان تخلق مناخ ناجح. طب الطاقة الايجابية دي. تبتدي بايه? ابسط حاجة. ابسط خطوة للطاقة الايجابية. الابتسامة. خش على الناس اللي انت بتشتغل معاهم. حبيبك. زملائك في المدرسة. زملائك في الفاصل. طلبة بتوعك. العاملين معاك. بابتسامة. صباح الخير وبابتسامة. انت كده دربت طاقة ايجابية في المكان اللي انت في على طول. ابتسامة. الابتسامة دي لها قوة غير محدودة. الابتسامة بصدقة. خش صباح على امراتك بابتسامة. صباحي على جوزك بابتسامة. يعني ما تجيش كده تبيجافة او حتى لو في مشاكل. مش عاشي مع مع بعض. صباحي بابتسامة. ولطف. صبح بابتسامة ولطف. قد ما تقدر مش قادر زبط مخك وتركيزك انا اصبح بابتسامة. افتكر حاجات حلوة بتعملها لك افتكري حاجات حلوة بيعملها لك افتكر اي حاجة ايجابية واصحة بابتسامة من قلبك مش بلاستيك. في بلاستيك كده سمايل دي ملاش لازمة. ابتسامة في مكان العمل هتلاقي الناس يلاقيك ده لطيف اه ده حبوب لما يكون عايز حاجة عاملها لك بسرعة هيحاول يقدوا دورهم بقدر الامكان بطريقة ايجابية فعالة كويسة نجحة يعني التأثير الابتسامة ده غير ملوش نهاية. خطوة تانية خليك مستمع جيد. انت مستمع جيد لولادك. طب لو انت مشغول قلهم طيب اه نتكلم بعد الغداء نتكلم اه لما اصحى من نوم. طب نتكلم اه لما نرجع البيت. عندك وقت دلوقتي ويبقى افضل يعني طب هنسمع بعد دلوقتي تعالوا على جنب تعالي على جنب يكلميني. مستمع. وانت بتستمع. انت مستمع قرية واجابية. انا بكلم في الكلام الطبيعي. مش حد مسلا لتات وقولك استمع. لو لا. لازم تعمل مع حركات اه ان انت على النوقت على الكلام. طيب. ازاي تبقى مستمع? جيد. ازاي تبقى مستمع جيد? اول حاجة توقف النقد. لو كلام مش على هوات ما تنقلش دلوقتي. عشان لازل تسمع كله. هتسيب مسلا بيتكلم يتكلم دي اتين تلاتة. في النص هتعمل تعليق عشان تفهم اكتر مش? يعني تتساءل للفهم. عشان ما تحكمش غلط. ما تبنيش رأي غلط يعني. لو بتكلم مع ولادك مثلا او زملائك. لو في مشكلة ابتلي على طول فكر في الحلول. تفكر في حلول المشكلة دي طاقة ايجابية. طوال طول ازاي حصل كده? هم عملوا كده ليه? ازاي يعملوا كده? ازاي يقولوا كده? ازاي عملت كده? ازاي ما عملتش كده? هو قال كده ليه? هملتش كده ليه? ده كله طاقة سلبية متخلفة. يعني الناس اللي بتتكلم كده دي محتاجة تروح تاخد كورسات جمدة جدا انها تدرس الطاقة الايجابية. بعدين لازم تبقى لطيف. لطيف بقدر الامكان. مش هقول لك قدامك موظف فاشل مستفز. قولك لطيف معاه. لا تكون حاسم بس بادب من غير ما تغلط. دي مقدمة عن الطاقة الايجابية. الفيديوهات الجاية كلها. هتكلم معاكو عن كتاب مهم جدا جدا جدا. كتاب اسمه The Energy Pass. والكتاب ده يعني رائع رائع رائع. وحبتري ادهولكم ان شاء الله بيعلمكم ازاي تبطاقة ايجابية. ودي كانت مقدمة عن المحاضرات عن الفيديوهات اللي على الكتاب ده. وشكرا خالد زكي. عايزكم تفكروا في الكلام ده. تفكروا في ايه الواحد ممكن يحولوا لايجابي في حياته. تفكروا مش بس اسمهوا كده كلام متعدد وخلاص. لأ شوية يعني reflection self reflection. تفكير مع الزات. بس يعني في فيديوهات جاية هتكون اكثر افادة عن الطاقة الايجابية. شكرا للاستمعكم ان شاء الله كونوا استفدتوا. خالد زكي.